والله أنا معاه أنا نطلب بتفعيل الألية هذه اللي موجودة في قانون الأسراء نتعال التحكيم أو الحكامة لماذا لا نحافظ مثلا على جلسة الصلح التي يقودها قاضي وندرج معه إمام فكرة ممتازة وانا قلت الأئمة هذو يديوا اعتماد ما هوش أي إمام يقدري جي ما هوش أي إمام حتى ما تسودش الفوضاء كما نديروا الخبراء في العدلة في القضاء خبراء عندهم اعتماد أيضا نديروا أئمة عندهم اعتماد إما أن يشركونا في جلسات الصلح نزيدوا الرذي وزاملة المحترمة نزيدوا معهم طبيب نفسي لأنه كين حالات كين حالات طلاق وانت كلمتي على حاجة في الطابوهات العز الجنسي عند بعض الأزواج اللي يصبح طابو وما يفصحش به الزوج في العريضة من مسببات الطلاق في الجزائر هذا نحتاج الإمام ونحتاج إلى طبيب نفسي اللي يقنع الأزواج بشي يديروا الفحوصات وغير ذلك أنا معاك في الفكرة نقطارحه مثلا إمام يحضر في جلسات الصلح مع الطبيب نفسي والقاضي والقاضي ويدخلوا لهم الأزواج ويديروا معهم جلسة